السلام عليكم احد في الرجالة او في رقم واحد من حيث نسبة الحدوث في الرجالة وتاني اهم سبب من بين الامراض السرطانية اللي بتؤدي للوفاة في الولايات المتحدة الامريكية نقدر نقول كمان ان سرطان البروستاتا وعشان المتاع احنا اخترناه من الامراض اللي يمكن التحكم فيها او من الامراض السرطانية اللي ممكن التحكم فيها واللي ممكن كمان ان احنا نسيطر عليه او المريض يتعالج منه او المريض يتغلب عليه يعني مش من الامراض السرطانية الشرسة اللي بتاخد كورس سريع وبتقضي على المريض بسرعة لا بالعكس من الأمراض السرطانية اللي غالبا بتكون بطيئة احنا عملي الحلقة دي علشان نوجه أهلينا خاصة كبار السن زي يتعرفوا على المرض ازاي يتعاملوا معاه ايه الخطوات اللي المفروض يخدوها لما بيكون في المرض وكمان عشان نتلقى استفساراتكم حول مرض سرطان البروستاتي نقدر نقول ان نسبة حدوثه في الرجالة فوق سن 80 بتتخطى ال 50% ونقدر نقول ان نسبة حدوثه بتزيد كل ما بيزيد السن ما بعد 55 سنة مع مراعاة ان مش اي تضخم في البروستاتا بيكون هو بيكف او بيكون التشخيط بتاعه او بيكون المراضف بتاعه ان ده سرطان في البروستاتا بالعكس اغلب تضخمات البروستاتا او اغلب حالات تضخم البروستاتا بتكون بسبب تضخم البروستاتا الحميد اللي هو المرض الأكثر انتشار يعني سرطان البروستاتا هو من الأورام السرطانية الأكثر انتشارا لكن هو مش من أمراض البروستاتا الأكثر حدوثا يعني فيه من أمراض البروستاتا ما هو أكثر حدوثا من سرطان البروستاتا المغزى من الكلام أن نحن نقول أنه مش أي حد عنده تضخم في البروستاتا حتى لو كان سنه فوق الخمسين أو فوق الخمسة وخمسين سنة ده معناه أنه هو عنده سرطان البروستاتا بالعكس في الغالب الأحيان بيكون تضخم البروستاتا هو تضخم حميد مش تضخم خبيث او مش تضخم سرطان طيب ايه الاعراض او مين الشخص اللي ممكن يشك ان عنده سرطان البروستاتا الحقيقة التعرف على سرطان البروستاتا بيستدعي نسبة كبيرة او بيستدعي كمية كبيرة من الشك لان سرطان البروستاتا من الامراض او احيانا كتيرة جدا بتبدأ وبتتحرك او بيكون الكورس بتاعها بطيء وبتكون بدون اعراض تماما يعني سرطان البروستاتا ممكن يكون مرض سايلنت تماما أو مرض صامت تماما بدون أي أعراض أو بيكون المريض ده هو عنده قدر التحمل فما بيلاحظش الأعراض البسيطة اللي بتحصل الحقيقة بنقول نبدأ قبل ما نتكلم كمان أو قبل ما نتكلم عن الأعراض اللي ممكن يسببها سرطان البروستاتا لازم نتعرف إيه هي الفئات العمرية المهددة بسرطان البروستاتا سرطان البروستاتا احتمال حدوثه تحت سن الخمسين ضئيل جدا وإحتمال حدوثه فوق سن من خمسة وسبعين سنة كبير مش قليل أما ما بين الخمسين والخمسة وسبعين سنة بيحدث تدخم البروستاتا الحميد بشكل كبير فعشان كده الناس بتتجاهل حدوث سرطان البروستاتا وبيتعاملوا مع أي تدخم للبروستاتا على إنه تدخم بروستاتا حميد وفي الكاتيجوري ده هو الفئة ده هي من خمسين لحد خمسة وسبعين سنة لو ظهر عندها سرطان البروستاتا كل مكان اكتشاف المرض مبكر كل ما كانت فرص علاجه أكبر وكل ما كانت فرص السيطرة عليه أكبر يعني نقدر نقول إن أي حد فوق الخمسة وخمسين سنة بيجيله أعراض خاصة بالبروستاتا أو بتضخم البروستاتا لازم ياخد خطوات التشخيص اللي هنقول عليها أو خطوات التقييم الخاصة بسرطان البروستاتا بمعنى إن المريض فوق الخمسين سنة بيبدأ يجيله أعراض خاصة بالجزء السفلي من الجهاز البولي أولها هو حرقان في التبول حرقان في التبول وصعوبة في دفع البول هل أي حد فوق الخمسين سنة بيجيله الأعراض دي؟ لا مش كله بس كل الناس أو أغلب الناس بيبدأ يظهر عندها درجة من درجات تضخم البروستاتا اللي بيتعبر عن نفسها في الصورة دي وممكن بعض الناس بتكون الأمور عندها متكافأة وما بيجيلهاش أعراض طيب المريض إذا بدأ يشعر بأعراض جزء السفلي من الجهاز البولي أو الأعراض الإنسدادية زي عدم القدرة في دفع البول أو اندفاع البول الضعيف أو التردد عند بداية التبول أو ضعف طيار التبول أو الطيار التبول المنشق اللي هو عبارة عن خطين مش خط واحد أو حرقان في التبول أو زيادة في تكرار دخول الحمام مع أن المريض ما بيطلعش من دورة المياه وهم فضي كمية المياه المفروض يفضيها كلها الأعراض دي كلها بتصير الشك في تضخم البروستاتا وهنا كمريض بادئ المرحلة دي جديدة من حياته لازم يستسني وجود سرطان البروستاتا حتى لو ما كانش فيه احتمال أن يكون فيه سرطان أو حتى لو كان كل المؤشرات بتقول أن المريض ده هو عنده تضخم بروستاتا حميد لازم نعمل دلالات الأورام اللي هي أول خطوة في تقييم سرطان البروستاتا يبقى رحلتنا كده في التعرف على سرطان البروستاتا هي أول خطوة هي الشك أي مريض فوق الخمسين أو الخمسة وخمسين سنة احتمال بيجيله أعراض خاصة أو أعراض انسدادية خاصة بانسداد جزء السفل من الجهاز البولي الناتج عن تضخم البروستاتا لازم نعمل دلالات الأورام الخاصة بتضخم البروستاتا طيب هل هنا احتمال خاصة به سرطان البروستاتا؟ هل هنا فيه احتمال أن يكون سرطان البروستاتا؟ لا احتمال بسيط جدا بس كبداية لازم نعمل خطوة بتاعة دلالات الأورام دي طيب إيه الأعراض اللي بتميز سرطان البروستاتا أو اللي بترفع نسبة الشك في سرطان البروستاتا؟ هو بيشترك مع تضخم البروستاتا الحميد في الأعراض الانسدادية على اعتبار ان كده كده بتكون غدة البرستاتة متضخمة وعملة ضغطة على قناة مجرى البول طب ايه الاعراض ده هي احنا قلنا انه بيكون ضيار المياه ضعيف وبيكون فيه حرقان في التبول وفيه سيادة تكرار مرات دخول الحمام او تكرار مرات الحاجة للتبول كل الاعراض ده هي بتكون مشتركة ما بين تضخم البرستاتة الحميد وما بين السرطان البرستاتة لكن السرطان البرستاتة بيتميز بحاجة تانية او بيتميز انه بيكون نسبة حرقان البول اعلى بشوية من تضخم البرستاتة الحميد وما بيستجبش للعلاج او فرص استجابه للعلاجات الدوائية الخاصة بتضخم البرستاتة الحميد قليلة كمان سرطان البرستاتة ممكن يكون مصحوب بنسبة كبيرة من الحرقان او من الالم اثناء الجماع او اثناء القصف في مرحلة الجماع كمان سرطان البرستاتة فرص ان يكون فيه الم عن طريق الشرج او الم في منطقة الشرج بيكون معاها اكتر زيدا سرطان البروستاتا احنا قلنا ان هو مرض صامت ممكن في بعض المراحل ما يعبرش عن نفسه غير بعد ما بينتشر او بيكون بعض ثانويات عن طريق مثلا العظام بنلاقي المريض بيشتاكي من وجع في العظام وكمان المريض بيشتاكي من وجع في اماكن تانية اي مكان في الجسم زي الكبد زي الرئة زي البانكرياس بيكون المرض او انتشر في مرحلة متقدمة وللأسف بيكون هنا اي مراحل او سيطرة او العلاج على المرض بتكون الايال طيب من الحاجات التانية جدا المهمة او الخاصة بسرطان البروستاتا ان هو في الاول وفي الاخر مرض خبيث فبيكون عليه طيب بيسبب نوع من انواع الضعف او فقد الوزن بكميات كبيرة او فقد وبيكون معها فقد للشحية ده بالنسبة لاعراض سرطان البروستاتا نستقبل اتصالها تيفي والاستاذ سيد اهلا بيك يا استاذ سيد طيب نكمل استاذ سيد الخط قطع هيرجع معناتك يبقى احنا اتكلمنا عن الاعراض الخاصة بسرطان البروستاتا وقلنا ان هو بيشبه تدخم البروستاتا الحميد في بعض الاعراض وان فيه اعراض بتميزه زي فقد الوزن بكميات كبيرة زي انه ممكن ييجي في مراحل متقدمة بألام في العظام او ييجي بألام في اماكن مختلفة او بيجي بسنويات في اماكن مختلفة زي الكبد وزي الرئة وزي البنكرياس وزي المخ او بيبدأ يزعي اعراض خاصة بالمكان اللي بترسل اليه السنويات وانه ممكن ييجي بألم اسناء الجماع وانه ممكن كمان ييجي بألم عن طريق منطقة الشرج كل الاعراض دي ممكن يسببها سرطان البروستاتا بجانب انه ممكن يكون مرض سايلانت او مرض صامت يتشر او يتقدم ببطء سرطان البروستاتا من الامراض اللي الكورس بتاعه عادة بيكون بطيء او بيتم عبر سنوات مش ممبش بس شهور او بيكون بطيء لدرجة انه ممكن يستمر لعشر سنين او اكتر على ما ينتقل من مرحلة الى اخر ده بالنسبة ليه الاعراض المميزة لسرطان البروستاتا وقلنا الفئات العمرية انه بيحدث بشكل كبير او اكبر نسب حدوثه بعد سن 75 او ربما بعد سن 80 وقلنا حالاته ممكن تبدأ من سن 55 سنة ماشي رجع لنا الاستاذ سيد قالوه استاذ سيد طيب ماشي الخط فصل تاني احنا بتنتظرك يا استاذ سيد طيب نقطة تانية بتميز سرطان البروستاتا او لازم تتحط في الاعتبار ان سرطان البروستاتا من الاورام السرطانية اللي بتنشأ او زي اغلب الاورام السرطانية نتيجة اللي تلف معين في ال dna او جينات معينة بتتلف في المحتوى الجينوم بتاع المريض بمعنى ان هو runs in families او بيجري في العائلات يعني لو في family history او في تاريخ مرضي للوالد مثلا ان هو جاله سرطان البروستاتا يبال لازم الابن يهتم بعملية screening او عملية المسح من اول ما بيتم سن الخمسة او روبيين سنة يبدأ لو جاله اعراض او كل فترة معينة في متوسط كل خمس سنين يعمل دلالات الاورام ويعمل الفحص الشراجي علشان يبدأ يميز هل في سرطان للبروستاتا ولا ما فيش سرطان للبروستاتا او يقدر عن طريق سرعة او مضاعف او سرعة تضاعف سرعة تضاعف دلالات الاورام او ال PSA يقدر يتوقع هل المريض ده هو عنده فرصة لتكوين او لحدوث سرطان البروستاتا نيجي للأستاذ سيد الو اتفضل يا أستاذ سيد انا مع حضرتك الو الخط فصل يا جماعة مش شكرا يا أستاذ سيد قلنا الاعراض الخاصة بسرطان للبروستاتا وقلنا الفئات العمرية المهددة بسرطان للبروستاتا وقلنا الفامي الهيستوري بيلعب دور مهم في توقع حدوث سرطان للبروستاتا وقلنا ان الاشخاص اللي كان عندهم حد في احد الابوين او احد الريلاتيبز الاقارب كان عنده سرطان البروستاتا طبعا اقارب درجة اولى ده بيكون احتمال حدوث سرطان البروستاتا وارد عشان كده في سن مبكرة في سن فوق كل ما بيقترب من سن الخمسين بيبدأ عملية المسح لسرطان البروستاتا عن طريق الفحص الشراجي وعن طريق كمان دلالات الاورام وقلنا حتى لو دلالات الاورام كويسة فهو بيعيدها كل فترة من سنتين لخمس سنين علشان نشوف دابلينج تايم او تضاعف دلالات الاورام اللي هي المعروفة باسم البي اس اي علشان نشوف هل المريض ده هو بتتضاعف عنده دلالات الاورام بشكل سريع فبنبدأ نتوقع هل المريض ده هو مهدد بسرطان البروستاتا ولا لا طيب المريض احنا قلنا اي مريض او اي شخص فوق الخمسين سنة بدأ يعاني من اعراض طيب قبل ما نتكلم بقى عن الخطوات الاكلينيكية اللي هنعملها ناخد اتصال هاتفي من الاستاذ محمد اهلا بيك يا استاذ محمد ماشي الاتصال انقطع تاني نرجع لسرطان البروستاتا قلنا الفئات العمرية وقلنا الاشخاص او الفاميلي هستوري او مين مهدد بسرطان البروستاتا نبدأ نتكلم عن الخطوات الاكلينيكية او المريض يتصرف ازاي وده اللي يهمنا من الحلقة بتاعت النهاردة ان المريض او الناس الكبيرة تعرف ايه اللي المفروض يعملوه لما بيجي لهم سرطان او لما بيجي لهم اعراض الجزء السفلي من الجهاز البولي علشان يتجنبوا ان يكون فيه سرطان البروستاتا يتعرفوا عليه بسرعة ويتصرفوا معاه بسرعة قلنا اي حد فوق الخمسين سنة بتبدأ تجيله الاعراض بتاعت الجزء السفلي اللي احنا قلناها في اول حلقة الاعراض دهيا بيتم الاشارة لها بشكل فيه استسهال شوية اما التهابات في ماجر البول اما تضخم في البروستاتا وما بيتمش التطرق لوجود او الاحتمال لوجود سرطان البروستاتا بنلاقي ان المريض بتاع سرطان البروستاتا لما بياخد العلاجات الدوائية الخاصة بجزء السفلي من الجهاز البولي بيكون استجابته ضعيفة جدا للمضادات الالفا او مضادات هرمون او الادواء اللي بتكسر هرمون التستوستيرون اللي بتمنعه من انه ينتج هذه الخطان العلاجيين دول في مرضى البروستاتا الحميدة بيجيبوا نتيجة بشكل كويس او بيجيبوا تحسن في اغلب المرضى في مريض سرطان البروستاتا بيبقى استجابته للعلاج ضعيفة ده رقم واحد رقم اتنين الاعراض بيقولنا نقدر نميز الاعراض بشكل بسيط او بشكل فيه فرقات بسيطة جدا مش اي مريض ممكن يلاحظها واحيانا ما بتكونش الفرقات دي موجودة اقولنا زي قلم اسناء ممارسة العلاقة الزوجية زي ان المريض بيفقد جزء كبير من وزنه الاعراض دي بتستدعي ان المريض ده يعمل ووك اوب او يعمل عملية تقييم لغدة البروستاتا تحسوبا لاحتمال وجود سرطان البروستاتا وهنا اول خطوة بتتعامل هي خطوة دلالات مجتمع معنا مادام امل قبل ما نتكلم عن دلالات الاوراب اهلا بيك يا مادام امل اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدوة خالص تمام تمام طيب سواني بس سواني يا مادام امل بعد اذنك سواني بعد اذنك سواني حضرتك بتقولي عندي تلات سنين يعني حضرتك ما كنتش تعرفي قبل تلات سنين ان مفيش خصية موجودة في كيس الصفن على النحية التي عملت فيها العملية الو يعني حضرتك اكتشفت الموضوع ده عند تلات سنين يا مادام امل اسمعيني بعد اذن حضرتك اسمعيني بس بعد اذن حضرتك اول مرة تعرفي ان مفيش خصية وهو عنده تلات سنين اول مرة تعرفي ماشي يا مادام امل انا اجاوب حضرتك بالنسبة للخصية المعلقة طبعا كنت اكتشفتها عدى تلات سنين فده متأخر جدا يعني المفروض عند الولادة بيتم فحص الطفل بواسطة الطبيب الاطفال المختص ومن ضمن الحاجات المهمة جدا اللي طبيب الاطفال بيدور عليها هي الجينيتاليا او منطقة الاعضاء التناسلية بيشوف فيها اي عيوب خلقية ولا لا لان ده بيكون له دلالات كتيرة جدا جدا جوا الجسم ومن اهم العيوب الخلقية في الطفل اللي بيتم اكتشفها فور ولادته هو وجود الخصية او عدم وجود الخصية في كيس الصفن او عدم وجودها يعني هي موجودة ولا لا ولو مش موجودة الطفل ده بيقضع في شهوره الاولى مش لازم من اول يوم يا بس في شهوره الاولانية بيقضع لعملية تقييم بالاشعة التلفزيونية طيب اكمل رد ولا لا ماشي نشوف الاستاذ محمد وبعد كده نرد على مدام امل اهلا بيجي استاذ محمد عشان ما اتصل من المهن السلام عليكم اهلا بيك استاذ محمد من المغرب الشقيق اتفضل احياك الله اخي الدكتور اهلا بيك اخي اتفضل اريد ان ااخد منك نصيحة انا دهبت عند الدكتور مسالك بولية تمام وعمل وعمل لي منذار منذار بتشخيص ايه استاذ محمد تمام وحضرتك عندك كم سنة استاذ محمد بالزبط وعندما خمسون سنة تمام وعندما ادخلوا الى المرحاب اتبول قليلا تمام طيب ماذا تنفحوني طيب اه حضرتك بس سؤال اخير المنذار اتعمل بغرض ايه يعني تحت امرك اخي تحت امرك بس المنذار اتعمل بغرض ايه يعني قالك هنعمل المنذار علشان ايه لانه لانه دهبت عند كتير من العطيب بأس عملا من ضع في القلب وعندما دخل رأيته في التلفاز للغرش هناك شرح في مخرج المالي طيب تمام ماشي استاذ محمد ماشي تفضل طيب نشوف الاستفسار اللي بيستفسر عنه استاذ محمد هو عنده الام في مخرج المني متكررة دي بتبقى من اعراض التهابات البرستاتا يعني السبب الرئيسي رقم واحد اللي يعمل الام في لحظة خروج المني هو التهابات البرستاتا سواء التهاب صديدي او التهاب غير صديدي التهاب حد او التهاب مزمن غالبا التهاب البرستاتا المزمن هو بيكون السبب الرئيسي في حاجة زي كده فسود محمد انت بتعمل اولا مزرعة بول تمام ثانيا بتعمل مزرعة أو تحليل للسائل المنوي مزرعة بكتيريا لإفرازات البروستاتا وللسائل المنوي بناء على كده بتقدر تحكم إذا كان فيه التهابات صدودية مزمنة موجودة في البروستاتا ولا لا ودي لها الأولوية في العلاج وبتحتاج لمضادات حيوية لفترات طويلة قد تتخطى الست أسابيع دي رقم واحد رقم اثنين حضرتك قلت إن خروج البول بصعوبة طيب هل دي المشكلة لازم تتحل في الأول يعني دي مشكلة رقم واحد لأنه بحل المشكلة دي هيبان بقى إذا كان عندك معده فيه تضخم في البروستاتا ولا مش موجود طيب يبقى كده أستاذ محمد إنت هتعمل تحليل لإفرازات غدوة البروستاتا والسائل المنوي هتعمل مزرعة وتعالجهم بعد كده هو لو ما تحسنتش بتعمل تبدأ تعمل تقييم لغدوة البروستاتا فيه كمية بول متبقية بعد التبول ولا لا وتشوف إذا كنت هتحتاج علاج ولا لا نرجع للأستاذ سيد أستاذ سيد أنا مع حضرتك اتفضل أتفضل يا أستاذ سيد ألو طيب يبقى الأستاذ محمد اتصل بنا من المغرب بنقول أن عنده الاحتمال الأول أن فيه التهابات سواء مزمنة أو حادة بس أغلب الظن أن هي مزمنة في غدوة البروستاتا دي هتحتاج أنك تعمل تقييم لإفرازات غدوة البروستاتا أو للسائل المنوي بمزرعة وتشوف فيه بكتيريا أو فيه أورجانيزم معينة بتنمو فيها وتبدأ تاخد العلاج على هذا الأساس بعد ما بتتعالج إذا فضلت أعراض الانسداد أو عدم القدرة على دافع البول موجودة بتعمل تقييم لغدوة البروستاتا عن طريق حساب كمية البول المتبقي وتبدأ تشوف الموضوع ده هيمشي علاجيا ولا جراحيا وأغلب الظن أنه هو لسه في سن مبكرة هيحتاج مجرد لعلاجات تفتح بس مجرى البول بالنسبة لك نرجع لمدام أمل اللي سألت عن الخصية المعلقة بالنسبة للخصية المعلقة قلنا أنه بيتم اكتشافها مبكرا والخطوة الأولانية زي ما قلنا أنه بيتم الفحص عن طريق طبيب الأطفال أول ما الطفل بيتولد وبعد كده إذا لاحز عدم وجود الخصية في كيس الصفن هنا بنلجأ لعملية تقييم كاملة عن طريق تصوير القناة الإرابية بالأشعة التلفزيونية وممكن نحتاج كمان نعمل لو ما لقناش الخصية المعلقة موجودة في القناة الإرابية إذن هنا الخصية موجودة لسه في مرحلة ما في جدار البطن الداخلي عن طريق هجرتها من داخل البطن عبر جدار البطن سواء بطبقاته المختلفة وده بيحتاج ممكن لأشعة الرانين المغناطيسي بناء على تحديد مكان الخصية بيتوقع هيها ممكن تنزل ولا لا في كل الأحوال ما ينفعش الخصية المعلقة تتساب أكتر من سنة لأن كل ما الخصية بتقعد بعد فرصة نزولها في السنة الأولانية بتوصل لحد سبتين في المية بعد السنة الأولانية فرصة نزولها بتكون قليلة جدا وفي المرحلة دهيا ممكن في خلال السنة نساعد الطفل عن طريق علاج الهرموني البيتا اتش سي جي أو ما يعرف بالكوريومو ده بيكبر حجم الخصية نوعا ما وبيساعد عن طريق دفع الدم فيها بكمية كبيرة وبيساعد في فرصة نزولها لو عدت السنة الأولانية هنا لازم الطفل يعمل العملية الجراحية حسب بقى مكان الخصية فيه هل الخصية دي في جدار البطن أو هل الخصية دي في القناة الإرابية أو هل الخصية دي في تجويف البطن أو هل الخصية دي ضمرة أصلا من الأساس في كل المراحل لازم الخصية دي كانت تنزل بعد أول سنة لسببين السبب الأولاني علشان ما تتعرضش للدمور والسبب التاني علشان الخصية دي لما بتتساب فترة أطول من كده بيحصل حواليها نوع من أنواع التلايف وبيخلي النزولها صعب طيب الخصية تعملت العملية بعد ثلاث سنين وفي كل الأحوال مدام تتعملت العملية يبقى كان لازم تتابع حتى لو هتتعمل سيشن تانية بعد ست شهور أو جلس عملية تانية لأنه ممكن الخصية ما ينفعش تنزل طول المسافة كلها فبتنزل جزء من المسافة وبنرجع نكمل بعد ست شهور لكن ما يتسبش الأمر في المطلق لحد ما يقع عنده 28 سنة الخطوة اللي المفروض محمد يعملها دلوقتي أنه هو طبعا يصور بأشعة الراندين المغناطيسي ويبحث عن الخصية دي ولو كان لسه لها باقي وطبعا ده صعب لأنه مره في مرحلة البلوغ أغلب الأحيان أنها مش موجودة يوم مفروض أنها لو بسه باقي منها جزء روديمنتري أو جزء ضامر أنها تتشال ده بالنسبة لسؤال بتاع الخصية المعلقة نرجع لسرطان بروستاتا وقلنا أن المريض لازم أعنده نسبة أو احتمالية شك كبيرة في وجود سرطان بروستاتا في حالة لو كان فيه family history أو تاريخ مرضي في العيلة لو مش موجود الفاميلي history أو التاريخ طيب معنا الأستاذ عادل أهلا بك يا أستاذ عادل تفضل أستاذ عادل ألوه خط قطع طيب المريض قلنا أن مجموعة الأعراض اللي شرحناها في أول الحلقة وقلنا أن المريض ده هو بيبقى ما بين أنه يمشي على علاج لمجرد أن فيه تدخم بروستاتا حميد وبيبدأ يعمل دلالات الأورام والفحص الشرجي علشان يبدأ يشوف فيه التهبات أو فيه هو تدخم بروستاتا اللي عنده هل هو حميد ولا خبيس بنلاقي أن فيه معضلة بيقع فيها بعض المرضى بنلاقي أن دلالات الأورام بتطلع في منطقة اسمها الجريزون إحنا عارفين أن PSA لو طلع أقل من أربعة ده معناه أن المريض on the benign side أو في النحية الحميدة من تدخم بروستاتا وأنه لو طلع فوق العشرة ده معناه أن المريض on the malignant side أو في النحية الخبيسة من تدخم بروستاتا أو احتمال أن المرض يكون عنده خبيس هو أكبر ما يمكن لو وقع المريض في المرحلة اللي ما بين الأربعة والعشرة اللي بنسميها الجريزون هنا بيلجأ المريض لحاجة اسمها العينة الشراجية ودي مرضة كتيرة بتخاف منها وبترفض أنها تعملها عشان كده أنا حبيت أتكلم فيه نحية أن العينة الشراجية بتلعب دور حاسم سواء فيه تشخيص أو حاسم وجود سرطان بروستاتا أو لا وزائد كمان أنها بتقول أو بتساعد في عملية الجريدينج أو عملية التقييم بتاع سرطان بروستاتا بنبدأ الجزء اللي احنا بناخده من أنسجة البرستاتا عن طريق الفحص النسيجي بنقدر نحسم هل إذا كان فيه أو السكورينج بتاع حاجة اسمها الجليزون وسكورينج وده هنتطرق لها بعدين عملية تقييم لبرستاتا عشان بنتوقع مصاري المرض وكمان بناخد القرار العلاجي السليم الخاص بمريض البرستات العينة الشراجية ممكن تكون بالنسبة لبعض المرضى شيء مؤذي نفسيا جدا وشيء بيضايقهم جدا وخصوصا أن نسبة أن العينة الشراجية بتطلع في الآخر حميدة وبتطلع تقول أن المريض ده اللي عنده تضخم حميد مش تضخم خبيس نسبتها مش قليلة يعني المرضى اللي بيقعوا في الجريزون أو في منطقة من الأربعة لعشرة بيكونوا كتير ما بيطلعوش خبيس بيطلعوا في النحية الحميدة من تضخم البرستات ده بيرجع لأن بعض المرضى بيكون ارتفاع نسبة البي اس اي ناتج لأسباب لاش علاقة بالبرستاتة نفسها يعني مريض جاله احتباس باوليو حتى أسطرة ده المريض ده اللي ما يقسش البي اس اي او ما يقسش دلالات الأورام بتاعته قبل عشر تيام لأنه لو قس دلالات الأورام في خلال العشر تيام بعض الدراسات الحديثة بتقول قبل ثلاث تيام لكن في خلال خلينا نقول فيما هو متعرف عليه يعني في خلال عشر تيام دي لو قس دلالات الأورام بتطلع أعلى من المفروض عليه أو الليفل الطبيعي بتاع جسمه وده بيدي نتيجة أو صورة وهمية أن المريض ده مقرب من أنه يدخل في سرطان البرستاتة أو أنه يكون عنده سرطان البرستاتة وبنروح نعمل العينة وبتطلع سلبي كمان بعض المرضى أثناء عملية تشخيص البرستاتة بيعمله طبعا الطبيب بيعمل حاجة اسمها الفحص الشرجي والفحص الشرجي دوره لا يقل أهمية عن دور دلالات الأورام بس إذا تعمل الفحص الشرجي وعملية تدليك البرستاتة اللي بتحصل أو عملية قياس حجم البرستاتة اللي بتحصل بتضغط على غدة البرستاتة فبيتم ضخ كميات كبيرة من البي اس اي جوه طيار الدم وهنا بتكون الفرصة أو بتكون فرصة زيادة البي اس اي عالية بتكون فرصة زيادة البي اس اي الوهمية برضو عالية وهنا بتكون النتيجة مش مزبوطة طيب معنا اتصال هاتف الأستاذ محمد أستاذ محمد ما حضرتك تفضل ماشي شكرا أستاذ محمد طيب نرجع لموضوع دلالات الأورام أو موضوع التقييم لسرطان البرستاتة قلنا عن طريق أول حاجة دلالات الأورام تاني حاجة عن طريق الفحص الشرجي بناء على الاتنين دول مع بعض بنكون فكرة عن فيه سرطان البرستاتة ولا مفيش وقلنا ان ده بي اذا ما اتفقنا ان سرطان البرستاتة بيتزايد احتمال حدوثه مع السن بمجرد ما احنا تأكدنا من وجود سرطان البرستاتة بيبدأ المريض يدخل مرحلة تقييم جديدة والبحث عن ثنويات غدة البرستاتة لما يحتس فيها السرطان هي زي اي مرض خبيث بتنتشر فيه اتجاه من اتنين او على محور من اتنين اما انها بتنتشر او بتكبر في المجال المحيط بيها فبتضغط على عنق المسانة او بتخترق جدار المسانة او ان هي بتخترق الشرج او بتتمدد فيه منطقة الحوض ككل وتبدأ تبعد ثنويات قريبة الاول منها فيه الغدد اللينفوية اللي موجودة في منطقة الحوض دي رقم دا دي المحور الاولاني او المحور رقم واحد لانتشار سرطان البرستاتة وبتبدأ الاعراض بتاعته تظهر عندي في صورة احتباس بولي او في صورة نزيف بولي او في صورة الام شديدة بالشرج وممكن تكون مصحوبة بالامساك او بصورة ممكن بعض العقد اللينفوية تتضخم في منطقة الحوض طيب او ببعض العقد اللينفوية اللي بتتضخم في منطقة الحوض وبتبدأ كده غدت البرستاتة بتكون عملت انتشار اقليمي او حواليها في المجال المحيط بها ناخد الاستاذ رجب ونرجع للسنويات البعيدة لغدت البرستاتة اهلا بيكي استاذ رجب استاذ رجب شكرا استاذ رجب واضح ان فيه مشكلة في الاتصال بالنسبة لغدت البرستاتة قلنا ان سرطان البرستاتة لازم ندور اقليميا الاول في منطقة الحوض عن طريق الاشعة المقطعية على منطقة الحوض اللي هتحسم لي وجود الثانويات دهيا من عدمها هل فيه ثانويات انتشرت او مدى تمدت غدت البرستاتة في الاعضاء الاول المجاورة لها زي المسانة وزي المستقيم او الشرج وكمان في العقد اللي موجودة في منطقة الحوض او في الغدد اللي موجودة في منطقة الحوض يبقى بي لازم نصور المنطقة دي بشكل كافي علشان نكون فكرة كافية عن مدى انتشار المرض في منطقة الحوض الخطوة التانية لازم ادور في الجسم كله عن ثانويات عن طريق أول حاجة تصوير العظام الأشعة وبالذات العظام اللي بيشتاكل منها المريض من وجعة أشهرها طبعا عظمة العصعص أو أسفل العمود الفقري لأن من أوائل الأماكن اللي غدت البرستاتا بتنتشر فيها إن المريض بيكون عنده البرستاتا وبيجي يشتك من ألام أسفل العمود الفقري هنا بنشك على طول إن فيه ثانويات في منطقة العمود الفقري دي رقم واحد رقم اتنين المريض ده ممكن يبعد ثانويات في أعضاء داخل تجويف البطن زي الكبد وزي البانكرياس أو في الصدر زي الرئتين أو في داخل الجمجمة نفسها عن طريق المخ فهنا لازم نصور أشعة على المخ أو أشعة مقطعية على المخ أشعة عادية أو مقطعية على الصدر وأشعة مقطعية على البطن وفي النهاية بيكون المسح الزري هو صاحب القرار اللي بيقول لي هل فيه فعلا أو فيه ثانويات منتشرة في أماكن مختلفة في الجسم بناء على العينة اللي احنا أخدناها من غدة البرستاتا أو عن طريق الاستقصال الجراحي أو المنظار الشيبس اللي بتتخذ عن طريق المنظار بعد كده كخطوة تانية في مرحلة تقييم المرض بنعمل استيجينج للمرض اللي هو درجة المرض نفسه هل هو أو الجليزونس كورينج بتاعه وده واحد من التقييمات المشهورة جدا فيه تقييمات كتيرة جدا مشهورة لتقييم طيب أستاذ محمد اتصال هاتفي أهلا بيك أستاذ محمد أهلا بيك اتفضل ألو ألو سلام عليكم ألو أيها أستاذ محمد أنا مع حضرتك اتفضل شكرا مليك يا أستاذ محمد نرجع قلنا عملية التقييم بالنسبة لغدة البروستاتا عندنا تقييمين أو اتنين سيستمز للستيجينج واحد خاص بالنسيج نفسه اللي هو بنسميه الجليزونس كورينج وده واحد من أنظمة كتيرة جدا لكن هو الأشهر والأكفى وده بيعتمد على تقييم الغدد اللي تحولت من غدد طبيعية إلى غدد سرطانية وبيديها سكورينج بدرجات مختلفة والدرجات دي بتطلعلي بأرقام بتبقى أعلى تقييمين من بين الغدد كل واحد بياخد استيجينج من واحد لحد خمسة وبنبدأ نجمع ونشوف هل الورم ده هو التقييم بتاعه كام على الاسكيل اللي بيمتد بقى خمسة زائد خمسة يعني ممكن يطلع المريض ده تلاتة من خمسة زائد أربعة من خمسة اتنين من خمسة زائد ثلاثة من خمسة وكل ما زاد الاسكور كل ما كان المرض هنا أكثر شراسة وأكثر قدرة على إرسال الثانويات وبيكون القرار بتاعه في المرض أكثر تدخل الجراحي فيه بيكون على صور أكثر طيب بالنسبة للتدريج الكلينيك أو التدريج الاشياء راديوغرافيكال يعني الخاص بتقييم الخاص بالمرض اللي هو سرطاني بروستاتا زي وزي أي مرض ممكن يتم تقييمه بنظام التي نهم الخاص بتقييم أي ورم سرطاني اللي هو قائم على ثلاث محاور التي وهي بتمثل التيومر أو غدة البرستاتا نفسها وهنا عن طريق الأشعة وعن طريق الفحص الكلينيكي اللي هو الفحص الشراجي بنقدر نحسن هل غدة الورم ده هو الموجود في غدة البرستاتا نفسها ولا انتشر خارج غدة البرستاتا ولو انتشر خارج غدة البرستاتا هل هو في المسانة بس ولا انتشر لاعضاء خارج المسانة او خارج منطقة الحوض كمان ده رقم واحد بالنسبة لغدة البروستات او مرحلة التى او الخطوة الاولى في تقييم التى ان ام وده بنيدي له سكور من تى واحد تى اثنين تى تى اربعة وقبلهم التى اي اس وكل مرحلة من دول لها خطة العلاج بتاعها التى ان ام الان هنا بترفير ليه الغداد الليمفوية او الليمف نودز الغداد الليمفوية دي بتكون على حسب المرض ده انتشر لغدة واحدة طيب نرجع للتى ام سيستم بعد ما نشوف الاستاذ محمد استاذ محمد الو الو استاذ محمد تمام تمام نرجع للتى ام ستيجنج سيستم بتاعنا قلنا ان التى ده بيبقى تقييم للتى امر نفسه او للورم نفسه وبنقدر وبنحسب بناء على التى ده هو المرض ده موجود جوه الغده نفسه ولا انتشر للاعضاء المجورة ليه الان قلنا بيريفير ليه الليمف نودز او للعقد الليمفوية وقلنا وجود الورد خارج جودة البروسطاتة في العقد الليمفوية بتاعت الخوض هل هي عقدة واحدة ولا اكتر وعلى حسب كمية العقد وعلى حسب الاماكن اللي هي موجودة فيها في الخوض بيتم تقييم ده هو التى ان واحد وان اثنين وان ثلاثة الام ده المتاساس او الثانويات البعيدة وعلى حسب هل هو بعد ثانوية واحدة ولا اكتر من ثانوية وهل الثانويات اللي موجودة ده هي بيتقسم على اساسه ام وان وام بي او ام تو وبناء على كده بنبدأ نقول الورد ده هو الستيجنج بتاعه ويكون تي واحد ان واحد ام واحد ده معناه ان الورد هو غدة البروسطاتة او بعد ثانوية واحدة او ما بعدش تمام وبناء على كده بنبدأ نحدد اذا كنا هناخد القرار الجراحي او من عدمه او هل المريض ده هيحتاج لأي خط من خطوط العلاج كل ما كان المرض موجود في غدة البروسطاتة بس ما بعدش ثانويات بيكون فرصة السيطرة عليه كبيرة لكن المرض اللي بيكون بعد درجات كبيرة من الثانويات او الثانويات في اماكن بعيدة بيكون السيطرة عليه اقل بتتدرق خطوط علاج سرطان البروسطاتة من الحل الجراحي او استئصال الخسيطين على اعتبار ان غدة او سرطان البروسطاتة ودي نقطة مهمة جدا من الاورام بنيوب نسبة كبيرة منه بيكون هرمون الديبندنت يعني بيعتمد على هرمون التستوستيرون فبيلعب دور كبير جدا استئصال الخسيطين في حرمان غدة البروسطاتة من هرمون التستوستيرون الخاص بنموها او اللي بيساعد في ضخ دم كتير لمنطقة الورم وبالتالي بتساعد في انكماش الورم وأحيانا في حالات اللي هي الهرمون الديبندنت كانسر بروستات بيساعد كمان في انكماش الثانويات بعد كده الأورام لأرسال الثانويات بالفعل ممكن تحتاج لأنواع أخرى من العلاج زي العلاج المناعي أو زي العلاج اللي هو الانتي أندرجين أو زي العلاجات الكيموية أو زي العلاجات الإشعاعية ده كله هنتناوله بالتفصيل في حلقة جاية إن شاء الله بإذن الله على قناة الصحة وجمال وأنا سأكون سعيد جدا إن أنا مع حضراتكم وإن شاء الله نتقابل في فرصة تانية ونكمل كلامنا عن علاج سرطان البروستات أهلا